نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اصدار قرار بتحصيل درائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لتحصيل درائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات مشددة على أنه لا توجد أي تؤنية أو دراسة لفرض درائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات مؤكدا أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وصل إلى نحو 31 ألف مصري حتى الآن وناشد المركز المصريين المقيمين بالخارج بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية